السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد بسيطة جدا هنتكلم فيها عن تعريف او مفهومها. وهنتكلم على الخصائص المرتبطة بالبيج ديتا. وهنتكلم على ايه اهم التحديات اللي لازم الناس تعرفها عشان تخش الاريا ديت. اول حاجة التعريف بتاع البيج ديتا بعيد عن الكلام الكتير. احنا اخذين جابين تعريفين تلاتة كده ايه صغيرين معترب بيهم من اماكن معروفة زي نست مسلا جروب 2015. كان بيتكلم ان هو عرف البيج ديتا على سنة هي اعملية حاجة خاصة بالبيانات وبيانات كبيرة جدا وبتتوسع وبتتمدد. والخصائص الاساسية بتاعتها الفوليم. الفوليم مقصود به ان هو يقصد به الحجم الداتا كبير. الفرايتي حجم الداتا مختلف. على فيديوز على اوديوز على ايميجيز على مش اعرف ايه. على حاجات كتير جدا داتا مختلفة مش 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 من انواع معينة. السرعة بتاعتها اه سرعة مختلفة مش مش كلها على نفس السرعة مش كلها في اوقات محددة مش كلها بنفس بتبعب بنفس قوة الارسال او بنفس سرعة الارسال. اه برضو بتبقى معناه نوات ان هي مختلفة. في الاسبيد يعني بذات بان اول حتة دي لو انت شغال بيك ديتا مرتبطة مع الاي او تي اللي هي انترنت او الاشياء. بيبقى جاي لنا بتبقى مثلا فيه سنسورز فالسنسورز بتبعت بيانات بشكل مختلف وبيانات مش منسقة في البعد ما بينها وما بين بعض السرعات مختلفة. وطبعا البيك ديتا ده بيحتاج اه بيحتاج اه اه بيحتاج يكون برضو بيقدر يتوسع وتمدد في الحجم وفي سرعة التعامل وكده عشان يقدر يوفر لنا زي التخزين ودي الناس اللي مهتمة بالحتة بتاعت الديتابيز والكلام ده كله في اللي هي معالجة البيانات ازاي يتعامل معها من هو يسترجع عنها معلومة او يضيف فيها او يشوف ايه او كلام من ده. والاناليسز ازاي حلل البيانات دي والناس بقى بالديتا اناليسز والتحليل البيانات والكلام ده كله والماينينج والكلام ده كله موجود. طيب اه بالوصف تعريف تاني زدنا اه معرفة بالموضوع بتاع البيك ديتا اه في برضو تعريف تاني من اكتر من حد اه اه بيتكلم على هي مينلي يوزد تودسكرايب يعني هي عملية البيك ديتا عبارة عن عن موضوع بيوصف هيتروجينيس هيتروجينيس معناها ان في المصادر بتاعت البيانات او حتى الاماكن اللي منخزن فيها البيانات اه من انواع مختلفة يعني الديتا مش متسجلة مثلا يعني مش كلها متسجلة بشكل اه في نوع او بشكل معين يعني ممكن تلاقي تكست موجودة فايلز موجودة موجودة ملفات من اه موجودة مش عملية انواع بيانات الانواع المتسجلة اصلا بشكل مختلف او بشكل مختلف ماسف حجمها كبير جدا 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 لدرجة انك انت ممكن تعمل اندكس بس او فارست بس اشان تقدر توصل للداتا الاندكس ذات نفسه ما يفع تشيله على مكان الواحده تخيل الاندكس ذات نفسه بس اللي هو مجرب بس انا بقول العناوين اللي هي بعديها كله عنوان منهم طالع منه قصة او طالع منه حتى داتا رهيبة لا بده صعب جدا اه او بقصود بيها مش البيانات دي مش بتبقى مرتبة طبعا في الغالب ان حمالين شغال داتا بيزيس الناس لها شغال داتا بيز عادية هتبقى عارفة ان الداتا بتبقى موجودة بشكل بشكل منسق وبيانات مرتبة والبيانات اللي هي علاقة بالبيانات وهكذا لكن كلمة انستركشرد او سيمي استركشرد سيمي استركشرد زي كده الصفحات الهتميل مثلا اه بتبقى او زي ويكي بيديا كده مثلا فيه شوية لينكات فيه تايتلز فيه تيكست فيه يعني فيه حاجات اهه ممكن تتمسك من الفايل ذات نفسه معروفة لو دخلت على اي فايل اتعاملت معاها اقدر ابص على مثلا لو الناس تتعطي الهتميل اعتقى هدور على تاجز معينة اعرب بها الكونتنت ادور على تاجز عرب بها السيكشنز ادور على تاجز كده مسلا والان دي معانات غير منسقة بالكامل زي تيكست جايلي اه نوت باد مكتوب فيه شوية تيكست وكلام زي كده اه طبعا ده مشهور جدا بالذات الناس بتكتب بوستس بتكتب على حاجات زي كده تبقى صعب جدا اه طبعا كلها ديجيتال كونتنت كلها كونتنت على الكمبيوتر دي من اخطر الحتة عشان الناس تفرق بس ما بين البيج ديتا وانت نقول ان دي بقى تلعب بقى بيج ديتا يعني بقولك ان الفكرة كلها ان بقيت فيه مشكلة صعبة جدا ان احنا نقدر نعالجها باستخدام التراضيشنة ديتابيز يعني لو انت عملت ديتابيز بسيطة عادية جدا باي اقوى ديتابيز اوراكل مثلا باست جريز اي ديتابيز من الابات ديتابيز الكوية مش عافية الكلام ده كله وعملت مثلا رن الكويري معينة او بتاع بتلاقي ان السيستم بتاعك بيقواطي او بياخد وقت طويل جدا على ما يرد عليك ويقولك النتيجة كانت ايه تعرف في ساعتها ان انت محتاج انك تنقل السيستم دوت الى بيج ديتا خلاص يبقى انا قدرش استخدام التراضيشنة ديتابيز منجمنت السيستم المشهورة او التولز او حتى التكنيكس او حتى التفكير بتاعها او طريقة بناءها او او شكل ايه بناءها صعب جدا جدا ان احنقدر ايه ان بروسيس ديتا كده يبقى خلاص لازم ننقل ونعمل ابليكيشن بيج ديتا طيب ايه كاركتريستيكس الاساسية ايه مميزات السمات الاساسية ايه طبعا هي معتمدة كلها على الفوليم اللي هو حجم الديتا دي اهم حاجة دي اول مشكلة او اكبر مشكلة اللي هتطلع كل المشاكل التانية اه الفلوسيتي بعدها بتظهر ليه ستريم سبيد ودي بتبان قوي او بتبقى قوية جدا لو انت اه بتشتغل مع الاي او تي وفي ديتا جايلك بقى من اه من اه بتعروت من اجهزة وبرضو في نفس الوقت مشهورة جدا في السوشيال ميديا والكلام ده كله الناس بتكتب بقى عملة تكتب وتبوستس ومش عارف ايه تخيل بقى حجم الناس الرهيب اللي عملة تبعد دي ففي ستريم سبيد اه مختلفة اه الفرايتي ان هو الديفرنت ديتا تايب في انواع بيانات مختلفة في اللي بيبعد صورة في اللي بيبعد تيكست في اللي بيبعد اه مش عارف فيديو في اللي بيبعد الى اخره اه الفاليو الكوست طبعا اه التكلفة بتاعتها والفاليدي طبعا اللي هي او اه يعني بنشيل البيانات اللي اللي مش مزبوطة او مش ضقيقة دي كاركتوريستيكس بتاعت البيج ديتا هنتكلم على اللي هي اصعب او اهم تحديات بتقابل اه الناس بتوع البيج ديتا طبعا في تحديات كتير جدا ونس بتحل مشاكل كتير جدا اه لكن تخيل بس انك انت كابيتشر يعني تاخد الديات اصلا من اي او تي او من او من ويبسايت او من سوشال ميديا او من ابليكيشن بتاع مش عارف ايدي اول تحدي انك تخزنها اصلا بشكل اه كويس لدي حجم الديات كبير كده ده برضو دي مشكلة انك 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 تبحس فيها ده برضو تحدي انك شيرنج ليها ده برضو تحدي انك تعمل اناليسيز ليها بتوع ديتا اناليسيز عندهم تحديات في حتة بتاعت البيج ديتا كبيرة انك تعملها ده ده الواحد وقصة الواحدية ازاي تعرض الداتا دي لان الحجمات كبير جدا ما يتشافش فانتان تطلع لي في الاخر حاجة ملخصة فاهم للدنيا دي كلها تحديات كل واحدة من دي فيها تحديات كتير جدا اما لو ركزنا على حتة بتاعت المجال بتاع البيج ديتا هتلاقينا عندنا طريقين اساسيين جدا الناس ممكن تتعامل من خلالهم اول حاجة تهندل الديتا يبقى انت محتاج انك تدزاين او تعمل برنامج كل مهمته انه يعالج ويتعامل مع البيانات اللي بالشكل اللي حب نتكلم عليه ازاي اتعلم ان انا اعمل برنامج خلاص بيتعامل مع فكرة ان الديتا عندي بيج ديتا مش مش بديتا بيز عادية او كلام زي كده طبعا في لغات برمجة كتير هبقى اعمل فيديو ان شاء الله في القصة بتاعت الايه اللغات الموجودة وايه اللغات البرمجة وايه اللغات الموجودة لان هي مجموعة من التفرعات الكبيرة جدا لكن لو انت عايز تعمل برنامج بتعامل مع الديتا دي فممكن يكون ده بالنسبة لك الطريق فيه طريق تاني مشهور جدا اللي هي الريليفانت مينيج ان انا بوصل لمعنى من البيانات بانات كتير جدا جدا عايز اوصل لمعاني او استنتج معاني طبعا هنا فكرة انا بحلل وبخرق وبستخرج معاني لها مرتبطة بالديتا دي عشان اقدر اخد ديسيجن عليها واخد قرار بناءا عليها طبعا هنا بقى بتوع ديتا اناليسيز وبتوع الفيجوليزيزيشن وبتوع الديتا ماينيج وبتوع في ناس كتير جدا بتهتم بالاريا دي عشان تطلع في الاخر الديتا ليها ريليفانت مينيج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر